الاجتماع هو مجرد الاجتماع في الوفيات ده بدعة ومحرم بعد ذلك دقوا صيوان اجتمعوا في الصيلون لأنه في الناس بيعتقدوا انه بس الصيوان ده الحرام لو اجتمعوا في الصيلون برضو حرام لو اجتمعوا تعت شجرة برضو حرام عرفتها؟ لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من شنو؟ النياحة والنياحة من الكبائر يبقى الاجتماع ده ذاته من الكبائر ما من الصغير من الكبائر عزادة من شخ فيه شنو انت قاعد ليه؟ عليك الله جيب جهوة مع لكتين عليك الله سكر تبقى ميتة وخيرها بديار عز يفوت تبقى لكم على الجهوة سلام عليكم وعليكم السلام إن الله يماخذ ولو ما عطوا كل شيء عنده بمقدار اصبروا واحتسبوا او احصى الله عزاكم وتتخارك تفوت ما تخد صلبك ده تقعد حرام فوت طوالي قاعدين بتونس بالمريخ والهلال قاعدين بتونس بالسياسة الترابي والصادق المادي والليبرالية والسندكالية قاعدين بتونس بالهوى ليلة هبوب وبكرة مطر وقاعدين يتشاكل وقاعدين يضحكوا بالنكات وقاعدين اغاني وقاعدين النسوان وبلاوي كله الناس يتخارج احصى الله عزاكم وتمش طوالي ما تقول انت قاعد راجي شنو أنا كدخ حرام دي ورناكم له انت قاعد في المحل ده منتظر شنو جاي الصينية دي امش خليجي بولك في بيتك هناك هنا الاجتماع حرام ما يجوز الكلام ده ما يجوز ودي من الابتلاءات اللي ابتلنا بها في البلد دي في جماعة صوفية عملهم صفحة في اليوتيوب الطرق صوفية كلها قالوا بيرده على بعض الردود كان رديتها على الجفري فقام جاب أثر كده قال عمر من الخطاب مش عزة في الشاب قال ده فيه جواز استقبال العزة والجلوس فيما كان العزة وينو الجلوس وينو الجلس كون التعزي وترجع تمشي ده ما حرام دي سنة من عز أخاه في مصيبة انكساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة لكن كونك تجي تقعد تتكسر ده الحرام ما تقعد أمي عزي أركب منه أمي عزي سلام عليكم أحسن الله عزاكم أرجع طوال بيتكم أرجع طوال محل ما جي ترجع ده ما فيه حاجة دي سنة لكن تقعد وزيد عليك الله زيد الشاي ويجيب عليك الله دمعة وزيد الملاحدة ده كل حرام كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة أما حديث اسمعوا لآل جعفر طعام لآل جعفر طعام فإنه قد أتاهم ما يشغلهم درد على الصوفية مش دليل لهم درد عليهم في وشهم لأنه قال لك أهل جعفر المات لهم جعفر ديل هم مشغولين بل مصيبة وحزنانين ما قادرين الأكل بتاع نفسهم يسوي وبتاع عيالهم قال للناس جيرانهم وعملهم أكلهم يأكلهم مش جيرانهم يجي أكلهم عندهم مش جيرانهم يجي أكلهم عندهم مش جيرانهم يجي تكسر ويقود عندهم في إمتى الحتة دي؟ فده رد عليهم ما دليل لهم؟ لا لا عزا يتخارج طوالي عرفته؟ هنا ده سد للزريعة سد للزريعة وإن أفتاك الناس وأفتوه قال الصحابة شوف الصحابة قال لك الكلام دا الصحابة دل أنقلوا لك أحاديث كرام الضيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنقلوا لك منه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أنقلوا منه الحديثة أنت قابلت الرسول؟ طيب أنقلوا منه؟ الصحابة الصحابة هم أنقلوا أحاديث كرام الضيف هنا قالوا لك القرآن ذاته قال لك كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت أي اجتماع؟ جمين برة ولا جمين قريب ولا من بعيد كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة أسألك سؤالي جمين ضنغلة وقعتنا وده جمين القضارف وقعت وده من كسلة وقعت وده من الغرب وقعت اجتماع أم لا اجتماع؟ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفني من شنو؟ النياح خشة في النياحة طوالي بتاع القضارف وبتاع الدنقلة وبتاع الدمازين كلهم خشوا في الاجتماع وفي النياحة عزيزة يا خميش يا خميش طوالي ان شاء الله تبيت في بيت تاني وتخارج يرجع لانه لو فتحنا الباب ده يا جماعة ده بيقول جاي من بعيد ده بيقول من قريب لكن والله فتران زي الجاي من بعيد كلهم بيقول شاكده الشريعة اتت لسد شنو؟ الزرائع ما في فاتحة يا ما من قال اقروا الفاتحة على الميت؟ ليه ما نقرأ سورة البغرة ولا لأنها طويلة بتوجع الرجلين؟ ليه ما نقرأ البغرة؟ ألف لا أمهم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين منون بالغيب تقرأ كلها لحد فانصرنا على القوم الكافرين جزئين وربع كلها تقرأ ليه؟ قال صورة الفاتحة ما البغرة برضو صورة من قال صورة الفاتحة؟ ده سؤال تسأل لنفسك يجي طواله ولقى الفاتحة يخذ كلام نجر الصوفيه من رأسه مساكد؟ ما فيه كلام زي ذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن ابن بنتك نفسه تقعقع حديث البخاري قال ارسلوا لها وقولوا لها ان لله ما اخذ ولوه ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب للتعزية أو ما يقوم مقامة العلماء قالوا احسى الله عزاكم أو كده لكن تقرأ ليك صورة دي ليك انت زاءت مال الميت فهذا ما صحي وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله شداك يا قحطان